هل تطرحه في النار؟ هذا سؤال سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كانوا في معركة هوازن معركة التقى فيها المسلمون بقبيلة هوازن وكانت هوازن فيهم قوة في القتال وشدة والمسلمون فيهم قوة وشدة التقى الجيشان فتسمع صراخة الرجال وصهيل الخيل وترى القتل يمين ويسار هذه معركة انتهت المعركة وانتصر المسلمون وجئ بالنساء والصبيان الذين هم من هوازن من العدو جئ بهم وضعوا في مكان معين الى الان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ فيهم قرارا يعني طبعا لن يقتلوا طبعا بلا شك لكن هل نطلقهم ام نجعلهم اسراء ام نفديهم بالمال فكانت مجموعة نساء واطفال من بين هؤلاء امرأة كانت تطوف على النساء وتنظر وتلتفت الى الاطفال الذين مع النساء واذا رأى الطفلا رضيعا رضيعا يعني الى سنتين يعني ممكن يكون عمره سنة ونص يمشي ويتحرك سنة وثمانية شهور يمشي اذا رأى الطفلا اخذته وحملته ونظرت الى وجهه ثم اعادته كان واضحا ان المرأة تبحث عن طفلها لترضعه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها ثم قال لاصحابه عبرة بعدما وجدت ولدها فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة لما وجدت طفلها وقد كبر همها وعظم شوقها يكاد اللبن ان يتفجر من ثديها وجدت طفلها فضمته الى صدرها والقمته ثديها وضمته بيديها لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رحمتها بصغيرها وكان قبلها يرى حرصها ويتخيل بكاءها ورأها وهي قد ضمت صغيرها حتى ربما لو جاءت قوة الدنيا لتنزيعه منها ما استطاعت قال عليه الصلاة والسلام لاصحابه اترون هذه طارحة ولدها في النار تتوقعون لو اشعلنا نارا وامرنا هذه المرأة ان تطرح ولدها تتوقعون توافق اترون هذه طارحة ولدها في النار قال الصحابة لا 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 يا رسول الله والله لا تطرحه في النار وهي تقدر على ان لا تطرحه يا رسول الله يعني كيف تطرح في النار وقد ضمته الى صدرها والقمته ثديها وقد عظم حبه وحبها وطال شوقه وشوقها وقد انطفأ لهيب شوقها وكربها معقول تطرح في النار بكل سهولة لا والله يا رسول الله لا تطرحه في النار وهي تقدر على ان لا تطرحه وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ان الله ارحم بعباده من هذه الام بولدها اشتركوا في القناة